اشتركوا في القناة الى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك دعيان الله عز وجلان يعيده على جلالة الملك المفدى وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وعلى ابناء الشعب البحريني بالخير واليمن والبركة بعد ذلك استعرض المجلس ما تم تنفيذه من برامج وفعاليات خلال المرحلة الماضية والتي ساهمت في تنمية الوعي السياسي للمواطنين وفق احكام الدستور وميثاق العمل الوطني وتقديم الدعم للعمل البرلماني والبلدي في المملكة وانسجاما مع رؤية المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وبما يتوافق مع اهداف المعهد حسب ما جاء في مرسوم انشائه حيث تم خلال النصف الاول من عام 2021 استهداف مختلف الفئات وذلك بتنفيذ 51 فعالية تنوعت بين البرامج والندوات وورش العمل والمحاضرات استفاد منها 5350 مشاركا منهم 3305 في البرامج التوعوية و2045 في البرامج التدريبية كما عمل المعهد منذ بداية العام الجاري على اصدار مجموعة من الدراسات المتخصصة في الجوانب القانونية والسياسية والتوثيقية كأحد المساهمات الهامة التي يقوم بها في سبيل نشر الوعي والثقافة السياسية بين الفئات المستهدفة اضافة الى تشجيع الاكاديميين والباحثين على المساهمة في الفعاليات والانشطة التثقفية لابناء المجتمع بعد ذلك انتقل المجلس الى متابعة خطة العمل المستقبلية والاطلاع على جدول الاعمال والبرامج التي سيقدمها المعهد خلال الفترة المتبقية من العام الجاري والمتضمنة عددا من الانشطة والفعاليات المنوعة وبما يحقق الاهداف التي انشئ المعهد من اجلها واكد الرميح على الدور الحيوي والهامة الذي يقوم به المعهد في رفع الوعي السياسي والتعريف بالمسيرة التنموية الشاملة وتعزيز قيم الولاء والانتماء والمواطنة لجميع فئات المجتمع منوها سعادته بالاثر الكبير الذي احدثه المعهد في اوساط المجتمع البحريني ومساهمته الفاعلة في تأهيل الكوادر السياسية والبرلمانية وتأهيل الكوادر الوطنية من الشباب اضافة الى تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية المختلفة وعلى رأسها السلطة التشريعية بشقيها النواب والشورى والمجالس البلدية وغيرها واختتم سعادة السيد الرميحي تصريحه بالتأكيد على ان المعهد سيواصل العمل على رسالته الوطنية كما ارادها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وبما يخدم ابناء مملكة البحرين بكل فئاتهم ومواقعهم اشتركوا في القناة